ما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته أهلا بحضراتكم معنا وحلقة جديدة من برنامجكم الحياة أخلاق وكان من دعاء سيدنا رسول الله اللهم اهدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئ الأخلاق فإنه لا يصرف عني سيئها إلا أنت مكملين مع الأخلاق الفاضلة ومع مكارم الأخلاق والنهاردة ان شاء الله هنتناول خلق جديد من أخلاق الإسلام ومن أخلاق خير الأنام ألا وهو خلق الأمانة الأمانة أن تؤدي ما عليك لله جل وعلا وأن تؤدي ما عليك للخلائق والسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة كان يلقب بالصادق الأمين صادق في أقواله أمين على أموال الناس أهل مكة يأتون بأموالهم ومدخراتهم ويجعلونها عند سيدنا رسول الله فكان نعم الأمين صلوات ربي وسلامه عليه الله جل وعلا يأمرنا بالأمانة في القرآن فيقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ويقول إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما لما نتأمل في القرآن الكريم نجد أن الله جل وعلا قال عن رسله وأنبيائه أنهم أمناء يقول جل وعلا عن سيدنا نوح وعن سيدنا لوط وعن سيدنا شعيب وعن سيدنا هود وعن سيدنا صالح إني لكم رسول أمين شوف الأنبياء إني لكم رسول أمين في صورة الشعراء يتناول الله جل وعلا الحديث عن أنبيائه وعن رسله ويصف الرسل بالأمانة إني لكم رسول أمين وعبر جل وعلا عن أمانة سيدنا موسى في القرآن في صورة القصص فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما وحدة من بنات الرجل الصالح قالت إحداهما يا أبا تستأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين سيدنا موسى كتعند قوة ما شاء الله شديدة وجد بنتين بيسقيان ولا يستطيعان أن يسقي فوقف وسقى لهما ثم حمل لهما دلوهما وأوصلهما لم ينظر إليهما لم يكلمهما كلمة ولكنه كان يتق الله جل وعلا في الحديث معهما موسيقى